ويتميز الشباب اليمني بالإبداع والقدرة على التأقلم مع كل التحديات والابتكار في مجالات متعددة داخل اليمن وخارجها وبرغم الظروف التي تعيشها اليمن والتي دفعت الكثير من الشباب على ترك البلد والهجرة إلا أن شجاعتهم وجرأتهم انعكست على تحويل التحديات إلى فرص واليوم نستضيف نموذجا من تجارب الشباب الملهم خارج اليمن وهو شاب يمني أسس منصة لتأجير السيارات ومن خلاله نتعرف أكثر على هذه المنصة وعن تجربته كرائد أعمال يمني خارج الوطن معنا في هذا اللقاء عبد العزيز إبراهيم علان مؤسس منصة كيرا أو كيرا لتأجير السيارات يسعد صباحكم أهلا صباحكم سيد شكرا جزيلا أستطيع أهلا أولا الاسم لطيف كيرا يعني هذه هي كلمة احنا بنستخدمها في اليمن وقولها معاني أخرى صحيح يعني احكي لنا عن الاسم أولا هو في البداية كان عندنا معايير معينة للاختيار الاسم من ضمن المعايير أنه يحتاج الاسم يكون مثلا سهلا نطق كيرا ممكن يتحول لبراند عالمي معبر فبالتالي هذه المعايير كانت هي الأسس في اختيار هذا الاسم الحمد لله توفقنا فيه جميل جدا اسم يعني يجمع الاثنين حتى في تركيا يستخدموا نفس الوسطة صحيح هي تستخدم في تركيا ويستخدم أيضا في كثير من الدول العربية أستاذ عبد العزيز طبعا نهنئك ونبارك لك فوز مشروعك بجائزة أفضل مشروع ريادي في مؤتمر ريادة الأعمال باسطنبول ممكن نتعرف أكثر على هذه المشاركة وصف لنا شعورك بعد أن استحقيت هذا الفوز قبل ما ندخل في تفاصيل منصتكم في البداية أنا كنت سعيد بالمشاركة في المؤتمر والمؤتمر فرصة رائعة جدا أنه يتم الالتفات لمثل هذه المشاريع وأتمنى أنه في الدورات القادمة يتطور المؤتمر بشكل كبير ويضم شراحة كبير إن شاء الله طيب خلينا نبدأ نتكلم على المنصة من أين جاءت فكرتها وكيف بدأت العمل عليها طبعا الأفكار تكون وليدة تجارب يومية نحن بنعيشها إما حل مشكلة أو تطوير تجربة استخدام أو تحسين فصراحة نحن من خلال المشروع حاولنا أن نحن نحل مشكلة بيعاني منها شركات تاجر السيارة والأشخاص الراغبين أنهم يستاجروا سيارة فعلى سبيل المثال نحن الآن في فضاء الإنترنت والسوشال ميديا أصبح من السهل لأي جهة أو شخص يدعي أنه هو شركة تاجر سيارات أو يمثل شركة تاجر سيارات فبالتالي ممكن أنه ينزل أسعار منخفضة بغرض جد شريحة كبيرة من الجمهور فيتفاجأ الشخص الذي يستاجر السيارات في أي نقطة تفتيش أنه هذه السيارة ممكن تكون مسروقة ممكن هذه السيارة تكون عليها بلاغات أمنية ممكن تكون هذه السيارة تكبت فيها جرائم أو أن الشركة نفسها التي أعطتها السيارة ليست مرخصة في مزاولة مهنة تأجير السيارة وهذه المخالفة يعني ندخل في موضوع النصب والإحتيال صحيح فبالتالي حرصنا في منصة كيرة على أنه جميع الشركات التي تكون عندنا الشركات مرخصة ومسجلة كان في معايير واضحة ودقيقة وحتى نظم هذه الشركات في المنصة بحيث أنه الشخص الذي يستاجر السيارة يوفر له تجربة استخدام سهلة وآمنة وآمنة هذا أهم بحيث أن الأمور تمشي إن شاء الله مع بدون أي مشاكل وخاصة الواحد أحيانا ما يعرفش من يلقى فصعب أننا في هذا الزمن نلاقي جهات موثوقة طيب أستاذ عبد العزيز ندخل تفاصيل أكثر عن المنصة يعني إيش الخدمات التي تقدموها للناس وهكذا نحن نستهدف فئتين زي ما ذكرت سابقا شركات تاجر السيارات نوفر لهم حلول تقنية يعني نوفر لهم أنظمة تقنية إدارية محاسبية مالية تساعدهم أن ينظموا العمليات الإدارية عندهم الأمليات المالية ويقللوا العمليات اللوجيسية قدر المستطاع في نفس الوقت نساعد الأشخاص الرغبين أن يستجروا سيارات أن يجدوا مكان واحد يحتوي على خيارات متنوعة من السيارات من مختلف الشركات بأسعار تنافسية فسير عملية الاستئجار أسهل وأسرع وآمنة إن شاء الله جميل جدا فعلا هي مشكلة أنت تحاول تحلها للكثير من الأشخاص اللي يحاولوا يبحثوا على سيارات لأغراض معينة أو لفترة معينة طيب بالنسبة لتركيا كيف ساعدتكم يعني إسطنبول في إنشاء هذه المنصة أنا أعتقد أن إسطنبول مدينة سياحية تعتبر من أكثر عشر مدن سياحية حول العالم زيارة سنويا فبالتالي هي كانت فرصة أن نقيس مدى نجاح فكرة المشروع والحلول اللي يقدمها حاصة أن السياحة في إسطنبول سياحة سنوية وليست سياحة موسمية بعكس المدن الأخرى اللي موجودة في تركيا فبالتالي قياس مدى نجاحة المشروع والفكرة والحل اللي يقدمه كانت أسرع لو كنا في مدينة أخرى فبالتالي أعتقد أن إسطنبول كانت فرصة جدا كويسة أنه قسنا مدى نجاح الحلول التي يقدمها مشروع طب أستاذ عبد العزيز أكد الموضوع ما كانش بسهولة وهناك تحديات كبيرة خطوها ما هي التحديات هذه كلمنا عنها أكثر الذي يعني كانت مواقهة لكم في تأسيس وتطوير منصتكم هذه الخاصة التحديات كبيرة في كل المستويات لكن من وجهة نظر الشخصية أن التحدي الأكبر هو التحدي التوعوي نحن نحاول نوعي الناس طبعا ممكن يكون عامل السعر أو معيار السعر هو العامل الأهم بالنسبة لكثير من الناس فيغفلوا عن العوامل الأخرى فبالتالي يكون هذا يعني زي ما تقول مصيدة يستطيع الناس أو الجهات التي تدعي أنها شركات تأجير سيارة أو تمثل شركات تأجير سيارة أنها تجذب هؤلاء الشريحة فنحن نحاول نوعي الناس أنه السعر مش كل شيء حاول أنك أنت تأكد هل الشركة هذه فعليا شركة هل الشخص الذي يتواصل معك هو ممثل فعلا عن الشركة هذه أو أن يدعي حتى لا تقع في مشاكل ومساءلات أمنية وقانونية أنت في غنى عنها فهذه النقطة كانت بالنسبة لنا تحدي كبير حتى نحاول نوعي الناس ونوعي الجمهور هل لمست في فرق الآن واليوم نحن في هذا العالم المفتوح هل هناك فرق الناس بدأت تفهم ولا خلاص قد تشوف سعر رخيص على طول يعني ما تشوف أبدا أي مميزات أخرى والله فيه ناس وقعوا ونحن بتمر علينا تجارب يوميا سيئة ونسمع قضايا كبيرة جدا في هذه النقطة لكن نحاول نبدل جهدنا نوعي الناس في بعض الناس ممكن أن يكون التوعية بالنسبة له سهلة وفي بعض الناس لا يجرب ويوقع في المشكلة بعدين يتعلم من الأخبار يعني أنت ذكرتني بقصة لأحد المستأجرين في أحد الدول العربية للأسف استأجر سيارة واليوم الثاني سرقوها منه الشركة اللي أجروا منها يعني وتحايلوا عليه عشان يأخذوا مبلغ التأمين وأشياء أخرى فللأسف تورط يعني بطريقة للأسف كانت عبارة عن مصيدة لكن للأسف زي ما أنت ذكرت اليمنيين يهتموا بالسعر أو يكونوا أشخاص غير واعيين بباقي الأمور الأمنية اللي يعني فعلا تخليهم في حالة من يعني نقول الأمن لما يأجروا بس أنت مشروعك أيش اللي يميزوا عن باقي مشاريع يعني الموجودة والمهتمة بعالم السيارات صحيح نحن بنتميز بعدة نقاط أول حاجة أنه عندنا تنوع كبير في السيارات التنوع هذا مش موجود في أغلب المنصات الأخرى نحن بنتكلم على فئات مختلفة فئات الفخمة يعني عاصب لي مثلا رولز رويز البنتلي السيارة السوبر كارز كش متوفرة نعم مثلا الفيراري اللمبرغيني حتى السيارات الاقتصادية اللي هي أقل ما يمكن نقدر نقول كل الميزانية نعم كل الفئات متوفرة في المنصة عندنا الشيء الآخر المنصة لأنها تحتوي عدد كبير من الشركات عشرات الشركات فالتنافسية قيمة مضافة بالنسبة للعميل فهو يجد أنه كل شركة بتحاول أنها تحط أقل سعر حتى تجذب العميل فبالتالي هو يستطيع أن يكون في مكان واحد يبحث ويقارن بأسعار يعني تعتبر أسعار منخفضة ويحجز الخيار المناسب له فالمقارنة والبحث والحج هذه ميزة أيضا أيضا السهولة نحن نوفر خيارات سهلة التطبيقات الأخرى قدرون أن تكون عملية الإيجار معقدة وفيها مطلبات غير متوفرة مثلا بضاقة ائتمان وشروط معينة نحن لا أنت تريد سيارة خش هذه السيارات مضمونة يختار سيارتك لما تستلم سيارتك يدفع فلوس فبالتالي هذه حل مشكلة كبيرة عند كثير من الناس أيضا حاجز اللغة يعني الشركات اللي موجودة إما بيتكلموا اللغة التركية أو بيتكلموا اللغة الإنجليزية بحكم أنها لغة عالمية لكن احنا وفرنا فريق دعم فني بنساعد فيها الشركات بلغات متعددة اللغة الإنجليزية الفارسية الفرنسية العربية وبالتالي هذا حل حاجز اللغة اللي ممكن يكون عائق أمام الشخص اللي حاجز المستجرسي نعم صحيح فعلا المميزات رائعة وخاصة في بلد مثل تركيا فيها كثير جنسيات وأعراق وأقناس مختلفة طيب أستاذ عبدالعزيز أنت عارف اليوم نحن في عالم التسويق والناس أصبحت يعني هذا المجال أصبح فن هل أنتم مواكبين هذا الشيء؟ كيف بتعلنوا عنا منصتكم؟ هو التسويق للأمانة فيه تحديات فيه كبيرة جدا نحن الآن نعتبر عمر المنصة عمر بسيط جدا يعني إلى الآن كم لكم؟ نحن أطلقنا تقريبا من بداية السنة من 2023 فعمر المنصة لسه بسيط والمميزات الكلها اللي في الردمة تبعنا وفي الخطة لم تطلق إلى الآن نحن الآن موجودين في الإمارات أطلقنا المنصة أيضا في شهر 7 دخلنا الإمارات بخلال شهر بسيط يعني يمكن شهر واحد أكثر من 60 شركة مولودة عندنا الآن في دبي وفي أبوظبي في عجمان وفي الشارقة بالإضافة إلى تركيا وهذا يعكس أن المشروع قادر أنه يتوسع بخش بلدان أخرى بأقل التكاليف وبيقل الميزانيات التحديات التسويق تحديات كبيرة وبإذن الله عز وجل نتغلب عليها إن شاء الله طيب بالنسبة للعملاء كيف شفتوا رضا العملاء يعني كيف بتأخذوا مقترحاتهم أو بعض الشكاوى مثلا طبعا في البداية ضروري يكون فيه نقاط أو فيه يعني تعليقات معينة فنحن نأخذ النقاط هذه بعين الاعتبار أي إن كانت فنحاول أن نحسن باستمرار طبعا رضاء الناس غاية لا تدرك لكن قدر المسلطة بنحاول أنه نوفر خدمة ممتازة ولأنه الشركات اللي عندنا شركات موثوقة ورسمية ونحرص دائما أنه خدمتها أو تقييمها يكون مرتفعة فنسبة الرضاء بفضل الله عندنا عالية جدا طيب يعني بالنسبة لهذا المشروع هل تفكر بنقل هذه التقربة إلى اليمن أو مثلا للعودة بمشاريع تقارية أخرى أنا موجودة نظري أنه المشروع أو قطاع تأجير السيارات يحتاج إلى بيئة حتى أنه ينطلق فيها وموجودة نظري أنه اليمن العوامل المساعدة لهذا القطاع لم تتوفر بعد نتكلم مثلا على الأنظمة المرورية نتكلم على التأمين كشركات تأمين نتكلم على أيضا النظام الأمني والقضاء العادل والسريع اللي بيضمن للجميع يعني حقوقهم هذه المكونات أو العوامل لسا إلى الآن أرى أنها لم تنضج بعد في اليمن لكن إذا توفرت البيئة المناسبة في اليمن أتوقع أنه المشروع أو قطاع تأجير السيارات راح ينهض بشكل كبير جدا نتمنى فعلا أن اليمن توفر هذه البيئة للشباب ومن خلال تجربتك أنت ماذا يمكن أن توجه للشباب اليوم الطامح لأن يكون ريادي أعمال من خلال تجربتك تنقلها لهم أنا أقول دايما للشباب أنه الفرص كبيرة جدا في شدة المجالة هناك مشاكل تحتاج إلى حلول هناك حلول تحتاج إلى تحسين نقاط تحتاج إلى تطوير فيجب على الشباب أنهم يبحثوا ويسغلوا هذه الفرص ينموها ويطوروها ويحولوا منها إلى مشاريع رائدة إن شاء الله إن شاء الله ونحن فخورين جدا بالتقارب الشبابية في المهقر وداخل اليمن الذي كونكم شباب ولكن مع هذا أثبتوا قدارتكم وأصبح لكم عملائكم الخاصين ومشاريعكم الخاصة السيد عبد العزيز إبراهيم علان مؤسس منصة كيرة لتأجير السيارات نورتنا في صباح بالقسراتك الفعال شكرا شكرا شكرا